الاقتصاد أولاً شعار رفعه المشاركون في القمة العربية الصينية التي صدفت العاصمة السعودية مؤخراً لم يكن الشعار معلناً بصورة رسمية وإن ترجمته كل فعاليات القمة ومخرجاتها ليؤكد المجتمعون في الرياض أن خروجاً من الأحادية القطبية في العالم ما زال ممكناً ولو كان ذلك من بوابة التعاون الاقتصادي وبالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية على ساحة الدولية لسيما في ظل الأزمة المتفاقمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا فإن الجانبين العربي والصيني بحاجة إلى صياغة آلية فاعلة للتعاون الاقتصادي فيما بينهما آلية أعلنتها بيجين في عام 2013 عبر مبادرة الحزام والطريق وكدغ الجانبين العربي والصيني بالتوقيع على إعلان بيجين والإعلان تنفيذي العربي الصيني الخاص بالمبادرة في عام 2018 غير أن للصورة زوايا أخرى في رأي المراقبين الذين يرون أن الأنظمة العربية تتحرك في ذلك السياق آملة أنها ربما تجد في الصين شريكاً اقتصادياً من دون دفع ثمن سياسي تضطر لدفعه للغرب أو تبرير لعدم الدفع حين يتعلق الأمر بالحريات السياسية وحقوق الإنسان في الدول العربية بالطبع فإن الصين لن تبالي كثيراً بمثل هذه الملفات وتلك بالطبع أمنية لدى كثير من الأنظمة العربية وإذا تلك الرؤية التي تتبنغ بعض الأنظمة العربية فإن كثيرين يحذرون من أن الصين تتبع سياسة تجارية تقوم على تحقيق فائض مطلق في الميزان التجاري مع مختلف بلدان العالم وهي بذلك تعمق عجز الميزان التجاري لباقي الدول ما يعوق جهود التنمية ولا يدعمها ويحول تلك الدول إلى سوق للمنتجات الصينية بل إن الصين تتبنى كذلك سياسة في منح القروض أو الاستثمار في سندات الدين تعتمد على توظيف هذه القروض والاستثمارات للهيمنة على الموارد الأولية في البلدان النامية من هنا فإن استبدال الهيمنة الأمريكية بأخرى الصينية لن يكون مجدياً في رأي محللين وإنما الحل يكون ببناء علاقات متوازنة على أسس المصالح المتبادلة بين الجميع